إليكم ملخص ما حصل في مباراة المنتخب العراقي الأولمبي ومنتخب مصر الأولمبي الودية التحضيرية لأولمبياد باريس حيث كانت نهاية الشوط الأول بتقدم الأولمبي المصري على منتخبنا الأولمبي بهدف في معسكر فرنسا استعدادا لأولمبياد باريس وبعد بداية الشوط الثاني استطاع زيد تحسين من تعديل النتيجة حيث سجل هدف التعادل لمنتخبنا الأولمبي في مرمى نظيره المصري عند الدقيقة 53 وبعد دقائق تم تسجيل هدف ثاني لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 65 عن طريق نفس اللاعب إبراهيم عادل وعلى إثرها كانت نهاية المباراة المنتخب الأولمبي العراقي قدم أداء متوسط رغم غياب العديد من الأسماء المهمة ورغم عدم اكتمال الصفوف هذه النتيجة غير مهمة وأداء المنتخب كان متوسط نوعا ما المحلل الرياضي الأردني فاضل عواد في تصريح صحفي قائلا مباراة العراق الأولمبي مع منتخب مصر الأولمبي كانت متوقفة جدا العراق غير كامل الصفوف وانا اللاعبين المغتربين لهم تأثير سلبي كبير على منتخب بلادهم وذلك بسبب عدم حذورهم في اللعبات الودية وفي المباراة الرسمية يكون المدرب متخوف في استدعائهم العراق بصورة عامة وبجميع الفئات العمرية لم يستطيع التطور والنهوض من جديد لأن الاتحاد العراقي يحتوي على أعضاء هم من على شقين الشق الأول يريد الترويج لللاعبين المغتربين من أجل المصلحة الشخصية على حساب المنتخب العراقي أما الشق الثاني هناك أعضاء يريدون المنتخب العراقي فقط من اللاعبين المحليين وهؤلاء كذلك يرعون مصلحتهم الشخصية على حساب المنتخب العراقي وأن هذه الأمور لم تترك العراق يتطور وسيبقى على نفس الحال حتى لو بعد مئات السنين ولو جلبوا أفضل المدردين الأجانب لم يتغير شيء سوف يبقى العراق أضعف فريق في آسيا وصغار آسيا سوف تدعس على العراق وتتفوق عليه بكل سهولة وكما شاهدنا العراق في أفضل حالاته والأردن في أسوء حالاته واستطعنا الفوز عليهم بكل سهولة المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي السابق سعد حافظ في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا الكثير من اللاعبين العراقيين لا يزالون يتصرفون كهوات ولا ينفع معهم الانضباط والتجديد على اللاعبين أن يفهموا ويعوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأتمنى أن تكون هذه الحادثة هي الأخيرة وأن ينتبه اللاعبون على أنفسهم الاحتراف الحقيقي هو أن يراقب اللاعب نفسه ويحد من أخطائه والتعامل باحترافية وليس عقلية هاوي لاعب انتر ميلان الإيطالي مهدي طاريمي في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني وعندما تم سؤاله من قبل الإعلامي ما هو الشيء الذي تفتخر به دائما أجاب أفتخر أنني من أتباع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومرجع سماحة السيد علي السستاني وتم سؤاله ما هو أعظم شيء في الوجود أجاب قائلا كربلاء المقدسة وكذلك تم سؤاله من هو الشخص المتفضل عليك أجاب عندما أدخل أرضية الملعب أنادي يا زهراء يصبح كل شيء سهل أمامي لهذا مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام هي صاحبة الفضل علي دائما وتم سؤاله شخص لا تستطيع أن تتخلى عنه طول حياتك أجاب الإمام الحسين عليه السلام لا يمكنني التخلي عنه كل حياتي تعليمات صارمة للمدراء الإداريين في المنتخبات الوطنية من خلال فرض شرط على إدارة الفنادق مستقبلا بمنع دخول أي شخص سواء من الجمهور أو الإعلام لمقر إقامة البعثات مستقبلا خمس مليون سعر مهاجم النادي إيبوست شتاون العراقي علي الحمادي في لعبة الفنتازي للموسم المقبل من البري ميرليل أعلن نادي الخور القطري تعاقده رسميا مع المهاجم العراقي أيمن حسين بعقد لمدة موسمين حتى صيف عام 2026 ويوجد أيمن حسين مع وفد المنتخب الأولمبي العراقي في مدينة تولوز الفرنسية استعدادا جوفي أولمبياد باريس 2024 وذكر النادي القطري في بيان عبر حسابه على منصة توتير يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع هداف آسيا المهاجم الدولي العراقي أيمن حسين لتدعيم صفوف الفريق مضيفا نتطلع لرؤية أيمن في الملعب قريبا وننتظر منه الإضافة لخط الهجوم وتابع أكمل نادي الخور الرياضي عقد المحترفين للموسم الجديد بالتعاقد مع أيمن لمدة موسمين حيث قام نائب رئيس النادي مبارك عبد العزيز المهندي بتوقيع العقد الرسمي وفضل أيمن حسين نادي الخور على بقية الأمور الأخرى لثلاثة أسباب رئيسة نستعرضها في سياق التقرير التالي أيمن حسين يبحث عن الاستقرار في نادي الخور يجد اللاعب أيمن حسين بأن الانتقال إلى فريق الخور سيمنحه نوعا من الاستقرار خصوصا إذا ما ركزنا على التجارب الأخيرة لللاعد التي اتسمت بقصر عمرها عقد الفريق القطري لأيمن حسين سيكون لمدة عامين وهذه المدة ستكون جيدة جدا لللاعد لأنها ستمنحه الاستقرار الكافي الذي لم يشعر به في آخر موسمين على وجه التحديد لأن أيمن مثل ثلاثة ندية في ظرف ستة أشهر وهي الجزيرة الإماراتي والرجاء الرياضي المغربي والقوة الجوية العراقي فرصة اللاعب باستمرار بحسب المصادر المقربة من اللاعد فإن أيمن حسين تحصل على تطمينات كبيرة من قبل إدارة النادي القطري بمنحه فرصا كبيرة لللاعد بل سيكون ضن اللاعبين المهمين لمشروع النادي أيمن حسين لم يرغب في المجازفة وخوض تجربة في دوري جديد عليه لأنه يريد اللاعب باستمرار ليكون جاهزا دائما لتمثيل المنتخب العراقي وأن يكون تحت تصرف المدرب الإسباني في سوس كاساس الذي نصحه أيضا بقبول العرض القطري الجانب المادي بكل تأكيد يكون الجانب المادي ذا أهمية كبيرة بالنسبة لأي لاعب في العالم والأمر ذاته ينطبق على اللاعب أيمن حسين الذي فضل عرض الخور لقيمته المادية الجيدة وبحسب المصادر فإن أيمن حسين سيتقاض بعقده مع نادي الخور مبلغ مليون دولار إن تم احتساب الحوافز والمتغيرات المتعلقة باللاعب ومهامه مع الفريق لذلك فإن حسين ووكيل أعماله لم يجد أفضل من عرض الخور الذي كان الأفضل مديا من غيره سواء من داخل قطر أو خارجها وتصدر أيمن حسين ترتيب هداف دور نجوم العراق برصيد 27 هدفا ليغادر العراق وهو هداف البطولة اشتركوا في القناة